نعود إلى ذكرة التاريخ نسترجع أحداثاً شهدها مثل هذا اليوم السادس عشر من أكتوبر في عام 1902 في مثل هذا اليوم تم استخدام بصمات الأصابع لتسوية دعوة قضائية للمرة الأولى في فرنسا أما في عام 1925 اتفاقية لوكارنو تكرس بنودة اتفاقية فيرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى وفي نفس اليوم من عام 1936 أممت شركات الصناعات الجوية في فرنسا أما في عام 1942 قتل ألف شخص في إعصار مدمر في بومبي في عام 1945 تم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة فاو أما في عام 1949 فانتهت الحرب الأهلية في اليونان وفي مثل هذا اليوم من عام 1952 قطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد فشل المفاوضات حول الامتيازات النفطية وفي عام 1964 فجرت الصين أول قنبلة نووية أما في عام 1981 في مثل هذا اليوم شهد وفاة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق مشهد ديان